اشتركوا في القناة في الفترة الاخيرة يمكن تغيب شكل كبير جدا على الشارع الرياضي المصري استمرار جيد جدا في النتائج المحلية والافريقية عندنا مباريات قوية الفترة اللي جاية نصف نهاية دورة ابطال افريقيا ولكن في فترة قليلة جدا استطاع مرسل كولر ان يسطر تاريخ جديد لبطولات جديدة مع النادي الاهلي ويكون اسم مدرب جديد يحفر في ازهان الاهلوية بطولات وانتصارات والقاب جديدة هذه هي البطولة التالتة لمرسل كولر مع النادي الاهلي فاز باتنين سوبر في الامارات مرة على الزمالك ومرة على بيراميدز فاز بنهاية كأس مصر على حساب بيراميدز منذ فترة قريبة جدا وبيسير بخطة جيدة خلال الفترة القادمة نحو بطولتين مهمين جدا بالنسبة للجماهير الاهلوية ولكل عشاق القلعة الحمراء دوري ابطال افريقيا والدوري العاد ان شاء الله بإذن الله تختتم مباريات هذا المسم بأهم بطولتين بالنسبة للنادي الاهلي ولكن البداية مبشرة اتنين سوبر بطولة كاس واللي جاي ان شاء الله هيكون افضل وافضل امبارح كانت سيمفونية امبارح كانت كارنفال في ملعب محمد بن زيد في ملعب نادي الجزيرة الاماراتي ولكل فرحان وسعيد بالحدث الاستثناء اللي كان موجود امبارح في امارة ابو ظابي خاصة لما بيكون النادي الاهلي جزء من هذا الحدث اكيد وانت مغمد عينك الجماهير والملعب هيكون ممتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي ايا كان المنافس وايا كان الفريق الخصم اللي هتلعبه في لقاء السوبر كده كده جماهير النادي الاهلي تقدر تملى تلاتين الف واربعين الف وكل ملعب الامارات شهدة وعرفة على شعبية وجماهرية النادي الاهلي والحدث امبارح نجح بشكل كبير جدا على المستوى الاداري في التنظيم بالتأكيد بنشكر فيه شركة بريزنتيشن سبورت وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير مجلس ابو ظابي الرياضي وعلى المستوى الجماهيري جماهير الاهلي اللي ما لقيت كل جنبات استاد محمد بن زايد وكمان على المستوى الفني ما كانش هيبقى فيه اقوى ولا اهم ولا افضل من مباراة سوبر بهذا الشكل وان كان الكل مبارح بيقول على مدار عشرين مباراة سوبر مباراة الامس هي كانت افضل واقوى مباراة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري حالة النهاردة من برنامج التريندا هيكون فيها كواليس وتفاصيل كتير جدا عن مباراة الامس وهنتكلم في موضوعات مهمة واخبار مهمة وعندنا كمان كلام مهم جدا عن المرحلة الجاية في ظل الاستعداد لمواجهة الترجي التنسي يوم الجمعة المقبل على استاد راديس بدون جماهير الفريق وصل بالامس لكن حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتير جدا عن ما هو قادم بالنسبة للنادي الاهلي لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال لحلقة النهاردة وعايز اعرف رأي حضراتكم في اداء الاهلي في اللقاء السوبر ومين افضل لاعب من وجهة نظرك خلال هذا اللقاء تقدر اتشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا عبر الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي نهاية الحلقة ان شاء الله هستعرض اكبر قدر من ارائكم ومشاركتكم على سؤال الحلقة رأيكم في الاداء ومين افضل لاعب من وجهة نظركم لكن خلونا نبدأ حلقتنا باهم العنوان في ترند الاهلي بأسة الاهلي تعود للقاهرة بعد التتويج بالسوبر وكمان اتحاد الكرة ينفي احالة معلول والشناوي للانضباط واخيرا الاهلي يواجه الترجي على ملعب رادس بدون جماهير طيب مباراة اليوم النهاردة كانت فيه مباراة مهمة جدا في نهاية دوري ابطال اسيا انتهت ظهر اليوم ما بين اروى ريتز بطل اليابان مع الهلال السعودي طبعا الاسف الفريق السعودي خسر دوري ابطال اسيا وبطل اليابان فاز بهدف مقابل لاشيء بالتأكيد كل التوفيه بقى بإذن الله لفريق السعودي يعني يكون موجود في كاس العالم الاندية اما الاتحاد اما النصر البطل الدوري السعودي هو اللي هيكون موجود ولكن الهلال فقط فرصته في التواجد في كاس العالم الاندية اللي هتنظمها السعودية في ديسمبر من نهاية هذا العالم كاس اسبانيا والنهاردة مساء اليوم الساعة 11 مساء نهاية كاس اسبانيا بين ريال مدريد واستسونة طبعا مباراة المطعة والإثارة والجماهيرية مباراة الدوري الإنجليزي في هذه اللحظات فيه خمس أو أربع مباراة بدأوا بورنوموس بيستضيف تشيلسي توتنهام هوتسيبير بيستضيف كيريستال بالاس ويلفر هامبيتون بيستضيف أستون فيلا ولقاء مهم جدا بخصوص صدارة الدوري منشستر سيتي بيستضيف ليتز يونيتد والساعة 7 ونص في مباراة ما بين ليفربول ومع برانت فورد دي أبرز مباراة اليوم سواء في كاس اسبانيا الدوري الإنجليزي وكمان دوري أبطال آسيا النهائي اللي أقيم يعني صباح اليوم ممكن هي مباراة مؤجلة من فترة طويلة جدا حتى بطل هذه البطولة أو الشارك في كاس عاملا ده في المغرب وما كانش لسه محدد مين هيكون أطرفها لكن قبل مطلع الفاصل يمكن بالأمس كان فيه خبر حزين على كل جماهير القرى المصرية وجماهير النادي الآلي تحديدا وفات رمز وأحد أساطير النادي الأهلي الكابتن هاني مصطفى النادي الأهلي بالأمس يمكن بينعي الكابتن هاني مصطفى من خلال الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون بمزيد من الحزن والأسى الكابتن هاني مصطفى الذي وفاته المنية فجر أمس إن لله وإن إليه راجعون كابتن هاني مصطفى على فكرة جماعي يمكن لعب دولي ولعب في النادي الأهلي فترات طويلة ولعب في منتخب مصر فترات طويلة وفي فترة من الفترات عام 88 كان مدرد في منتخب مصر واشتغل كمان كان مدير كورا في النادي الأهلي في فترة التمانينات خالص التعازي لأسرته وفي وفاة رمز كبير زي الكابتن هاني مصطفى أيضا النهاردة كمان يمكننا ذكرى وفاة سطورة من أساطير النادي الأهلي المايسترو صالح سليم النهاردة ذكرى وفاة الكابتن صالح سليم دايما بنتذكر الكابتن صالح مش أقول في كل سنة يوم 6 مايو لا بنتذكر الكابتن صالح كل ساعة كل ديئة المايسترو دايما قراراته ومواقفه وتأثيره ووجوده داخل النادي الأهلي في السنوات السابقة موجود في أزهنة حتى جماهير النادي الأهلي الموجودة حلام في المدرجات اللي ما عاشتش نفس فترة الكابتن صالح بتتوارس الأجيال الدول اللي كان بيقوم بالكابتن صالح سليم في النادي الأهلي خلال السنوات السابقة رحم الله المايسترو وأكيد كل سنة وكل ساعة وكل دقيقة بنتذكر المايسترو صالح سليم إن الله وإن إليه راجعون نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض بقية فقرات برنامج الترند الأهل في الإمارات دايماً ليه حكايات كان بينقصنا بس نحن نكسب بطولة على أستاذ محمد بن زايد كل الملاعب الإماراتية الأهل يلاقي عليها الحمد لله حق فيها نجاحات وأداء مميز جداً وكان ملعب هزاع بن زايد كان من الملاعب اللي الأهل يكسب فيها أكتر من بطولة السوبر ولكن كان بينقصنا بس ملعب محمد بن زايد بالأمس الحمد لله الأهل يقدر يفوز بالسوبر زيون شايفيني ممكن حتى في الكليب البسيط ده حجم الفرص والهجمات هنا وهنا وإزاي تفوق محمد الشناوي وأحمد الشناوي كمان مبارح عمل مباراة كبيرة فكانت المباراة كبيرة المباراة على المستوى الفاني كانت كبيرة جداً ما بين الفريقين الأهل بطل كأس مصر وبرامدز وصيف بطولة الدوري العام بالمناسبة مش أول مرة حتى ممكن وصيف يلعب في أوقات كتيرة جداً كان فيه بشارك تالت الدوري ورابع الدوري وخمس الدوري في مناسبات سابق ولكن قدر النادي الأهل يقول كلمته قدر النادي الأهل يسعد جماهيره سيبكم من أي كلام تاني فرعي ممكن أنت كل ما بتكسب بطولة بتزود حالة مش أقول الزعل أو الغضب لا بتزود حالة المسافة الكبيرة والجاب الكبير بينك ومن أي منافس بيحاول بس يقرب بينك بيحاول بس يحقق نص اللي انت بتحققه فلما بتكسب بطولة هو بيضايق أكتر بيزعل أكتر عامل زي مثلاً إيه؟ الطالب الناجح والطالب الفاشل الطالب الناجح كل ما يجيه بدرجة كويسة كل ما الطالب الفاشل يقول لك إيه لا بس الامتحان كان صعب لا أصل اللجنة مكادش فيها نظام لا أصل فيها مجاملات ما هو كده كل ما انت بتجيه بدرجات كويسة كل ما الفاشل يقول لك إيه أصل انت مش أنا فشلت لا أصل اللي بينجح ده في ناس كتيرة بتساعده هنفضل كده على فكرة النظرية دي هتفضل مستمرة على طول وموجودة في كل أنحاء العالم مش حالة استثنائية يعني لكن بأمانة بعد ما تم الإعلان عن مواجهة الأهل مع بيرامز في الكاس أو حتى كاس السوبر أو حتى مع فيوتشر وقتها إحنا كلنا قلنا أن المباراة دي هتكون صعبة جدا جدا على النادي الأهلي على المستوى الفني وعلى مستوى التاكتك والأداء الفني في المباراة مباراة فيها شغل تاكتك وفني كبير جدا وبالفعل ده حصل ما قلناش منقول كده بس لنظوم التريند أو نظوم الترافك والمشاهدات على السوشيال ميديا والجو اللي انتوا فاهمين وده لا خالص لن نتكلم بالمنطق على فكرة وبالعال مواجهة الأهل وبيرامز في السوبر أو حتى لو كان فيوتشر على لعب الأهلي في السوبر كانت تبقى مواجهة أصعب كتير جدا من المواجهة اللي كانت مرتبة في البداية ما بين الأهلي والزمالك طب بغض النظر بقى عن كل ده كولر إمباراة عمل مباراة كبيرة جدا على فكرة التاكتك وطريقة اللعب والتغيرات كل ده بصراحة من أهم وأجمل مباراة كولر إمباراة بالنسبة للنادي الأهلي وبرامد زنباريح فاجئ الكل الكل كان متوقع أن برامد زي جاي في حالة بدنية مش على مستوى كبير راجع من جنوب إفريقيا ممكن المستوى الفني مش هيكون عالي في هذه المباراة بسبب خروج من كهس الكنفدرالي ولكن كان عنده دوافع أن يعمل مباراة كبيرة وبالفعل برامد زنباريح قدم وعمل مباراة على المستوى الفني كبيرة جدا ولكن اللي بيغضبني بقى واللي بيزعني الناس اللي بتحاول تنسى تصريحاتها يعني في فترة من الفترات أنا استعرضت هنا تصريح للكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيرامدز وهو بيتكلم على اختيار طاقم مصري لمباراة الزمالك وبيرامدز في النصف نهائي كأس مصر وإزاي كشفت لحضراتكم أن بيرامدز كان عنده علم بطاقم التحكيم اللي هيجير هذه المباراة قبل ما الإعلام والناس تعرف مين الحكم اللي هيجير هذه المباراة وبالدليل أن الناس كلها سألت ليه مش حكام أجانب فقال لك وقتها الكابتن هاني سعيد أصل الحكم اللي جاي حكم إحنا بنرتاح له طيب الحكم اللي حرك بترتاح له هو اللي كان موجود مباراة فالمفروض اللي هيتضرر ويكلم قبل المباراة وده ما حصلش طبعا لأن الأهل دايما بيركز في الملعب وفي التسعين دقيقة هو الكابتن محمود البنة اللي قدر نصف نهائي كأس مصر ما بين الزمالك وبيرامدز هو اللي أضار مباراة السوبر ما بين الأهل وبيرامدز لكن تيجي بعد المباراة تقول أن بيرامدز يخسر بسبب الأخطاء التحكمية أن الحكم كان بيحجم لعبة بيرامدز أن الحكم سبب رئيسي في اخسارة بيرامدز أولا على مستوى التحليل التحكيم لخبراء اللعبة مباراة الكل بلاستثناء مرحش للسكة دي خالص بل بالعكس النادي الأهل يتعرف لظلم تحكيمي في مباراة مباراة ثانيا اختيار الكابتن محمود البنة كان من البداية على مباراة الأهل والزمالك ولكن استمر نفس الطاقم على مباراة الأهل وبيرامدز وبالتالي كابتن هاني سعيد وإدارة بيرامدز لم تعترض لأنها قبل كده كان لها تصريح مهم جدا وقالت أنها بتصق وبتحترم وعندها ثقة وبترتاح لإدارة الكابتن محمود البنة بعد نهاية المباراة نشيل المطش كله للكابتن محمود البنة أعتقد مش منطقي ولا على مدار التاريخ هنطلع نقول بعد كذا سنة أن بيرامدز يخصر السوبر بسبب حكم المباراة كابتن محمود البنة لأن البعض برضو بيحاول اللعب على أزهان الجماهير بعد عشر سنين احنا خسرنا بسبب كذا بعد عشر سنين احنا خسرنا بسبب مش عارف انسحاب مين وتصرحات بقى البتشيكو ملاش أي معنى وملاش أي دور للأسف بس أتمنى يكون اتحاد القرى هنا واخد باله من التصرحات دي لأن هنا أعتقد لازم يكون فيه عقوبات لأن أي تصريح في مؤتمر صحفي خارج عن ساق المباراة بيبقى فيه عقوبات بارح في أول ديئة انذار للكابتن علي جاب لأنه منع فرصة محققة للنادي الأهلي بعدها لمست يد متعمدة فكانت تستحق الانذار الثاني طيب الانذار الثاني بارح ما خرقش وبالتالي كان الأهلي المفروضة هيواجه بيرامدز من نص الشوت الأول ناقص لاعب هل تفرق؟ طبعا تفرق تفرق كتير جدا ومين كمان؟ تبتتكلم في قائد الفريق وكابتن الفريق واحد أبرز اللاعبين في خط الدفاع الكابتن علي جاب قدام قهي الكورة أحمد القندوسي بيسدد لمست يد واللعبات كلها بتكلم كابتن محمود البنة يا كابتن ده انذار تاني فيه تعمد ايده مقبرة جسمه احنا خلاص بابا هنا خبراء تحكيم من كتر وبنسمع وبنقرى وبنتابع وعندنا هنا الكابتن ناصر عباس بصراحة يعني بيقدم واجبة دسمة في التحليل التحكيمي ومع ذلك مبارح قده لمست يد واضحة جدا والكابتن البنة شافها وحسبها وما طلعش انذار تاني والكل أجمع ان ده يستحق الانذار التاني والكرت الأحمر هنا الفر ما يدخلش طبعا لنا عارفين ان الفر بيدخل في حالة الطرد المباشر ضرب الجزاء لكهرباء واضحة جدا ما فيهاش نقاش يا جماعة يعني اللي حاول يقولك ايه ما فيهاش ركل الجزاء لا هي ركل الجزاء ضرب الجزاء واضحة جدا على فكرة يعني وكان فيه ضرب الجزاء تانية للأهلي لما تم اعاقة حسين الشحات يعني الاهلي كان ليه كارتة أحمر للاعيب بيراميدز ويلعب المنافس ناقص لاعب من نص الشوت الأول وطرد ليه أحمد سامي ويبقى كمان ضرب الجزاء لحسين الشحات وده ما حصلش اهي قدامكم اللعبة هي حسين الشحات رايح للكورة وبيتم دفعه بإيده بيتم الدفع ليه حسين الشحات وكانت تستحق وكمان مين اللي عامل برضو دي كمان علي جبر ومع ذلك ما تحسبتش والفار مش موجود والفار مش موجود وكان يفضل بعد اختيار بيراميدز تحديدا ان يكون الفار مش من الامارات يفضل ولكن انبارح الفار يعني قدر الامكان ما تدخلش في حالات كتيرة اللعبة دي يعني ادى فيها الكابتن اهي هي اللعبة تتحسين الشحات واضحة بصوا جماعة علي جبر رايح لحسين الشحات مش رايح للكورة خالص يعني بصوا هنا الكورة ما بين الاثنين طيب حسين رايح للكورة وعلي جبر عمل ايه بايده دفع حسين الشحات وما لمس الكورة بدليل ان اللي راح خد الكورة بعد كده هو الكابتن احمد الشناوي حارس مرمى بيراميد واضحة جدا الدفع واضح الدفع واضح وعلي جبر ما بلعبش على الكورة خالص طيب اللقطة التالتة للظاهير الايمن والباكرايت لنادي بيراميدز الشيبي اللعب المغربي اللعبة دي بتفتقد لاهم مبدأ من مبادئ الاتحاد الدولي الفير بلاي مبادئ اللعب النظيف او مبدأ اللعب النظيف لما بقى فيه لعب واقع وحارس المرمى بيطلع الكورة عشان اللعب يتلقى العلاج الطبيعي اللي انت ما تروحش تاخد الكورة وتعمل هجمة وتصنع هجمة وممكن تبقى هدف انت هنا بتفتقد لاهم مبدأ من مبادئ الرياضة والكورة مبدأ الفير بلاي مبدأ احترام اللعب النظيف مع المنافس هايستخد الكورة وتلعب وتجيب جن وفيه لعب واقع على الارض واللعب اللي واقع على الارض على فكرة محمد عبد المنعم كان لازم يقف فيه كارتة احمل لفخر الدين بن يوسف لان فخر الدين بن يوسف ضرب عبد المنعم بدون كورة والفار ما تدخلش فقادي كارتة احمل لفخر الدين بن يوسف كارتة احمل كمان ليه علي جبر وضرب الجزاء اللي حسين الشحات ما تحسبتش كل هذي الأخطاء التحكمة اللي بتكلم فيها والناس تقولك التحكم كان في صف الأهلي يا جماعة انتم متهزروا ولا بتهرجوا ولا عايزين تقولوا ايه هو الأهلي مع ذلك رغبه كل ده على فكرة كسب وفاس بالسوبر لأ تسيبك بقى من كل ده الناس تقولك ايه اصل طارد العلي معلول وطارد المحمد الشناوي ما هي قدام الحكم المساعد وقدام حكم المباراة والفارشايف هو لو حطي ايده على خده كده يبقى كده ضربه وبعدين لعيب المغربي ويه على الأرض وقام تاني فين الضرب فين الضرب محمد الشناوي رايح بيحتاج على الحركة اللي تمت فين الضرب سيبك من كل ده لسه الحكم بيصفر يقولك ايه لجنة الاتحاد الكرة يحيل ملف المباراة ووقعت الشناوي معلول لجنة الانضباط يا راجل يا طيب اصبر ده لسه الحكم في الملعب لسه بيصفر لسه التقارير ما تكتبتش وبعدين حالة زي دي تروح لجنة الانضباط ليه او مش فيه حكم ومش فيه مرائب وفيه شريط مباراة لجنة الانضباط لها اختصاص في حاجة معينة ولجنة المسابقات لها اختصاص في أمر معين اصبر لما تشوف التقارير اصبر لما تشوف التقارير ولكن الناس انبارح عايزة قدر الإمكان تفسد الفرحة تحكيم آآ فار آآ روح رياضية ازاي الاهل يتعامل مع اللاعب اللاعب الاهل يتعاملوا مع الشيبي بهذا الشكل لرغم من الشيبي عمل تصرف على فكرة تصرف مرفوض والناس في الاتحاد الدولي ومبادئ اللاعب النظيف يعني تصرف غير مقبول سواء منه او من فخر الدين بن يوسف يعني الاهل المجنع عليه وعايزين يطلعه الاهل هو الجاني والمباراة لسه 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 في الملعب لسه نسبة السلم وديليات يقول لك ايه حالة المباراة لجنة انضباط ما تصمر لما تشوف الحاجة عامر طيب لما يكتمع ويشوف التقارير بمناسبة التارير مرابي مبارح كان الكابتن مجد الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني هي جديدة انه يكون رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني مرائب على مباراة في السوبر او نهاية كاس مصر او مباراة في القسم الاول ودي للمرة التانية او التالتة اشوف الكابتن مجد الشيخ اتمنى يكون فيه تنوع شوية كاسوس جمال علام في موضوع المرائبين عشان على الاقل لو فيه اخطاء سابقة ما تتقررش بسبب تقرار نفس المرائب لكل المباراة المباراة مبارح زي ما قلت كانت مباراة صعبة جدا وصعوبتها بتواجد بيرامز او حتى فيوتشر لانه على المستوى الفني حاليا بيرامز وفيوتشر افضل كتير من الزمالك جدوا للدور بيقول كده نتائجهم مع الزمالك بتقول كده نتائج الدور بتقول كده حتى على المستوى الافريقي بيرامز وفيوتشر لعب ومباريات في الكونفيدرالية ووصلوا نتائج ودرجات أعلى من الزمالك وبالتالي مباراتهم مع الآلي كانت أصعب كتير لو كان الآلي واجه الزمالك الحدث نجح لأنه مرتبط باسم الآلي الملعب المرح كان ممتلئ بجماهير النادي الآلي عموماً أنا اتكلمته في كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة وأتمنى ما أسمعش بها تصريحات تاني لكابتن هاني سعيد تخص الكابتن محمود البنة لأنه تصريح تاريخي قبل كده قال أنا برتاح والناس هنا بترتاح لإدارة الكابتن محمود البنة عشان جدا ما طلبناش حكام أجاني فلما البنة يدير مباراة الأهل وبيراميدز أعتقد ما فيش أي مبرر يتقال لأي أحداث وعرضنا كل الحالات التحكمية وبصراحة بأمانة وجود ضرب الجزاء حالتين طرد كان المفهود لبيراميدز كابتن محمود البنة مباراة هي أقل من المتوسط بالنسبة له ورغم أن الفترات كان بيزير المباراة بشكل كويس لكن المباراة مبارح يبدو أن كان تركيزه على مباراة سيمي فاينال كونفيدرالي يوم عشر مايو في تنزانيا مبروك افرحوا يا أهلوية الأهل يفاس بالسوبر عنده مباراة مع الترجي الجمعة الجاية عندنا مباراة قوية جدا عندنا أحداث أهم نركز في اللي جاي واسبوكم من أي كلام فاضي بيتقال للاستهلاك الوقت أو الاستهلاك المحلي لا هيضيف ولا هيقدم ولا حتى هيأخر نخرج نشوف تصرحات الكابتن سير عبدالحافيز مجير الكورة الكلام مهم جدا اسمعوه ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع لأنه عندي كوليس مهمة جدا على المستوى الإفريقي لما الأهل يسافر تونس يواجه ترجي الجمعة اللي جاي الحمد لله يعني فوز مهم جدا بوهف توقيت برضو زي ما بقول مهم يمكن كان جاي فاجوة صعبة متغيرة مش عارف هتلعب مين لحد يوم الثلاث أول حاجة بعد ما اتأكد ان احنا نلعب برمز أول كلمة واننا لو مقابل التمرين احنا جايين ناخد السوبر جايين نلعب على السوبر مش جايين نلعب فرقة بعينها مش جايين نتعامل مع فرقة لابسة أبيض أو فرقة لابسة أزرق المهم ان انت تطلع من الملعب وانت حصد اللقب يعني الحمد لله اللعبة بعقلية كويسة بعقلية متزنة بعقلية قوية اقدرت انها تحصل على اللقب الحمد لله بص يعني انا دائما بقول عقلية كبيرة بتسوي نادي كبير بتسوي النتيج كبيرة الفصل اللي بيحصل دلوقتي انت بتاخد من أفريقيا تروح على كاس مصر تروح على أفريقيا تاني ترجع على السوبر ترجع على أفريقيا تاني تروح لدوري كل ده بيحتاج عقلات كبيرة هتعرف تفصل ما بين مباراهم التانية وما بين بطولة والتانية يعني تحديدا من أول يوم 1-4 اللي فات يعني أعتقد أنها كانت بداية كويسة استعداد كان كويس خدنا مباراة الهلال السوداني يوم 1-4 لو أنت متذكر وبعدين 5-4 كان المحلة وبعدين 10-4 كانت النهاية كاس مصر وبعدين 14-4 كان فاركو وبعدين 17 سموحة وبعدين رحنا لمباراة الرجاء يوم 22 وبعدين نروحنا تاني مباراة الرجاء يوم 29 ومرورا بالنهاردة يعني الى السوبر يعني هنطلع على التراجي ما أدراكم التراجي على أرضه صحيح المباراة من غير جمهور لكن في النهاية يبقى فرقة ومكانة التراجي في أفريقيا يعني هنتعامل معها بمنتهى القوة هنتعامل معها بمنتهى الندية يا رب بإذن الله نكون موفقين يا رب بإذن الله نكون عند حسن ظن جمهورنا اللي بشكره النهاردة على تواجده ومؤذرته وحاجة من الحاجات اللي احنا قلبناها كدوافع لنا قلنا لهم يعني المباراة الجمهور الأهلي جاي سواء كان هتلعب زمالك أو هتلعب بيرامدس ما فيش واحد من جمهور الأهلي هيرجع تسكرته أبدا لأنه هو جاي يشجع التشيرتي بتاعك جاي يشجع الناديك فلازم تكون انت كمان عند حسن ظنه لو استوجب الأمر واستلزم الأمر ان هو يقعد النهاردة وبكرة ما فيش مشكلة خالص يعني ما هم يبقى نطمن عليه إن كانت الأمور كلها الحمد لله من بواشرات النهاء كويسة لكن ده رأيه طبي لازم نحترمه جدا وإن سلامت متولي سواء كان يقعد 24 ساعة يقعد 48 ساعة يعني على حسن ما هيقوله يعني طبعا طبعا يعني في الأول والآخر انت بتتكلم على إطار منظومة أو إطار كالمنظومة النادي الأهلي بتساعدك على النجاح لأنها منظومة في النظام بقى يعني بنحط لوائح بنحط أساس بنمشي عليها يعني أنا مش عايز أقول حاجة يعني بكررها دايما يعني جمهور النادي الأهلي الحاجة الوحيدة في المنظومة كلها العرفة مسؤولياتها وعرفة هي عايزة تعمل إيه يعني منسندة ومؤذرة وتشجيع وسواء كنت كذبان خسران متقدم متأخر متصدر مش متصدر هو عنده ثقة فيك الثقة دي بتتنقل للعيبة النهاردة انت كذبان في الدائعة 94 يعني في الشوط التالت يعني ومع ذلك لا حد بخل بكلمة ولا بتشجيع ولا باغنية ولا بحماس ولا حاجة لانه عارف دوره يعني عارف كواس أول انه جاي ورا فرقة بيسق فيها وبيسندها وبيأزرها وبيأزرها وبيشجعها يعني الثقة دي بتتنقل للعيبة يعني في الأول لآخر زي ما كل واحد بنقول دايما كل واحد بيقوم بدوره يعني كل واحد له خصصاته وكل واحد له دور يعني خلينا نفرح النهاردة وبقرة وإن شاء الرحمن بإذن الله أنا هسفري يوم الاثنين على تون سأنا وكادت السامر عادلي وهو الفرقة هي سفري ومن تسعة ساعة أربعة عارف إنها مستنيانة يعني مباراة كبيرة جدا جدا عانينا على أبعد نقطة في البطولة اللي هي اللقب إن شاء رحمن بإذن الله ما دهناش ناخده السنة اللي فاتت لكن إن شاء رحمن بإذن الله يكون مناصلنا السنة دي صحيح مش هنبص على رقم اثنين قبل رقم واحد نحن عنده رقم واحد بالمباراة الأولى في تونس طيب الكابتن ساد يتكلم في نقاط مهمة جدا وقال إن إن شاء الله يبقى فيه صفر ليه هو والكابتن سامر عادلي للترتيبات الخاصة بالفريق يوم الاثنين إن شاء الله بعد بقرة والفريق يسافر يوم الثلاثة الساعة أربعة على عصر إلى تونس أكيد يبقى فيه تدريب صباحي قبل السفر إلى تونس يصل يعني مساء يوم الثلاثاء يبقى فيه تدريب الثلاثاء ليه بقى المباراة بدون جمهور انبارح الاتحاد الإفريقي أصدر قرارات بخصوص مباراتين مباراة الترجي وشابية القبائل ومباراة الرجاء الرياضي المغربي والأهلي اللي أقيمت في المغرب في إياب دور التمني المباراة اللي تمنا بالتأكيد مباراة الترجي وشابية القبائل اللي حنا عنواجه الترجي في الدور نصف النهائي كان في اجتماع قبلها بيوم جلسة تحقيق وجلسة استماع مع الإدارة القانونية لنادي الترجي ادي الغرامة المالية اللي انت ممكن تكون شايفها ولكن ما تفسدش احتفال مهم زي قمة القرى الافريقية ما بين الترجي والأهلي ولكن لجنة الانضباط مباراة حوالي الساعة سبعة ونص سبعة ونص طلعت القرارات بشكل رسمي وارسلتها إلى إدارة الترجي التونسي بخصوص العقوبات الموقعة على الفريق والنادي خلال الفترة اللي جاي العقوبات ترتيبها جاي ازاي لان مباراة حصلت بلبلة والناس برضو ايه ما فهمتش القرارات بشكل سليم اولا مبدئيا كده الترجي التونسي معاقب باربع مباريات بدون جمهور على ملعبه على ملعبه يعني الترجي لو يطلع يلعب في مصر او في اي دولة تانية وجمهوره عايز يعمل ترحال ويتنقل ويحضر يحضر لكن على ملعبه معاقب باربع مباريات بدون جمهور ولكن منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ من الاربع مباريات في مباراتين مع إيقاف التنفيذ الناس ببعاً برح تقول لك إيه الترجع هو اللي يختار المباراتين يا جماعة فيش الكلام ده فيش حاجة اسمها فريق يختار العقوبة تتوقع إمتى معناً أربع مبارات بدون جمهور من المباراتين مع إيقاف التنفيذ يعني المبارات الأولى والتانية هتنفس فيهم العقوبة يعني أول مباراة والتاني مباراة إنت بدون جمهور المبارات التالتة والربعة هم اللي فيهم تعليق للقرار ولكن في حال تقرار نفس الأخطاء خلال 12 شهر المباراتين دول يتنفذوا فساعة يبقى أنت طبقت الله أربع مباريات اتفقنا؟ تمام فبالتالي الترجي مباراته مع الآله بدون جمهور لقدر الله لقدر الله حتى الترجي لوصل فينال الذهاب على أرضه كمان بدون جمهور اتفقنا؟ تمام طيب لجنة النظامات المبارح خادت قرارين مهمين جدا بخلاف المبارات اللي هي بدون جمهور أولا قالت خلال 12 شهر أيضا لو تقررت نفس الأحداث يستبعد الترجي من المسابقات الإفريقية بقرار من لجنة الانضباط يعني الأحداث لو تقررت تاني خلال الفترة اللي جاية الترجي مستبعد بشكل تلقائي من المسابقات الإفريقية مع تطبيق عقوبة المباراتين في أول مسابقة إفريقية لما يعود لها فهنا شدة القرار وعقوبة القرار اللي صدر من لجنة الانضباط في العقوبة المالية لجنة الانضباط خادت أكبر عقوبة مالية اللي موجود في اللايحة 300 ألف دولار فبالتالي دي القرارات المتعلقة بالترجي وشبيبة القبائل الكلام اللي تقال أصل المباراة بجمهور هيكتفوا بالغرامة المالية أصل الترجي هيلعب خارج تونس كل دي كانت عبارة عن اجتهادات ولكن أنا كنت متأكد من أول يوم إن هي غير صحيحة وكانت من وجهة مش أقول وجهة نظر من مصادرنا ومعلومتنا إن على الأقل لمباراتهم على الأهل هتكون بدون جمهور لن هي أول مباراة بعد الأحداث اللي شارتها مباراة الشبيبة مع الترجي وأنا على علم وناس كتيرة يمكن قريبة جدا من الأحداث مع مسؤولي الترجي الأمور كانت خاجة عن إرادتهم ويبدو كده أنك كان في أطراف داخل عايزة تفسد المباراة ولكن نتمنى نشوف مباراة الأهل والترجي إن شاء الله مباراة فالنية الأعلى مستوى بيقود الترجي مدرب إحنا بنعتز لي جدا وعلى علاقة جيدة معاك كابتن نبيل معلول لكن إن شاء الله الأهل يكون على قدر الحدث ويقدر يصنع الحدث فرادس زي ما صنعوا في سنوات سابقة ويرجع بنص بطاقة التأهل ثم بطاقة التأهل كاملة من القاهرة يوم 19 مايو ماتش الرجاء والأهلي عشان الأحداث اللي حصلت قبل المباراة وحالة الددافع اللي تمت وطبعا يعني حالة الوفاء اللي تمت وفاة المشجعة نورة خلص التعازي لأسرة الجماهير الرجوية وكل الجماهير القرى المغربية في وفاة الشابة نورة مشجعة نادي الرجاء الحدثة دي مع القائل الشماريخ والكراسي يعني بعض عمال الشغب اللي تمت في نهاية المباراة الاتحاد الرفيكي خد قرار مبارح أيضا بنقل مباراتين أول مباراتين للرجاء في أول مشاركة إفرقية لي خارج مركب محمد الخامس يعني أول مباراتين للرجاء السنة الجاء لو شارك دوري أبطال أو كونفدرالية أو السنة اللي بعدها في أول مشاركة لي أول مباراتين لي مش هيتلابه على مركب محمد الخامس مع غرامة مالية حوالي 100 ألف دولار تسدد خلال شهرين من طرف الرجاء إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي طلب كمان بعض الإجراءات الأمنية يطلع عليها قبل استقبال مركب محمد الخامس للمبارات اللي جاية في دوري أبطال إفريقيا عشان يدي اعتماد للصدافة مركب الحمد الخامس للمبارات القادمة وبالتالي دي كانت أبرز القرارات اللي صدرت وكان مهم جدا نشرحها لكل السادة المشاهدين في مبارات أخرى لفترة الجاية ممكن تتناقش آه وارد إمتى مين إزاي خلال الساعات الجاية هتتضح أمور كتيرة جدا بخصوص مبارات سابقة الاتحاد الإفريقي كان أجل اتخاذ فيها قرار لحين استبيان الموقف في الفترة السابقة أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع تريند الأهلي وبعد المواقف كده والكتابات اللي موجودة على السوشيال ميديا أعلم بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا عاقب إحراز الأهلي للسوبر رقم 13 من إجمال 20 بطولة منذ نشأة هذا الكاس أو بطولة كاس السوبر حساب يلا كورة وتصريح مهم جدا للسيد جمال علام رئيس التحاد الكورة بيقول فيه لم يتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط فلجنة المسابقات ستتسلم تقرير الحكم والمراقب وهي صاحبة القرار وبالتالي ده اللي قلته في البداية ما فيش حاجة اسمها لجنة انضباط أول ما الحكم ما يصفر يا جماعة فيه حاجة اسمها تقارير هيشوفها الأول المنشف على قدارة المسابقات وهيبص فيها لأ التقارير فيها حاجات تندرج طم ليحة العقوبات الخاصة بالمسابقات هيوقع الجزئات لأ مفيش حاجة وجات له شكوى لأ مفيش حاجة وجات له شكوى هيحاولها انضباط وبالتالي ألف بيه ده تدرج الطبيعي لأي قرارات أو إحالة أي ملف لأي لجان لكن فكرة على طول تفزد الفرحة وتقول إحالة مين اللي انضباط الحمد لله حاجات خلاص ببقيتش يعني ايه بتؤثر الناس بقيت فاهمة كويس قوي ان فيه ناس عايزة تعمل بروباجندة مع أي انتصار للأهل طيب الإعلامي القدير الأستاذ يعقوب السعدي الإعلامي الإماراتي القدير يمكن انبارح نشر تويتر مهمة جدا عبر حسابه الإعلامي عقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية كتب عبر تويتر وقال ومن غير الأهل السوبر من غير الأهل بطل فريق الانتصارات والألقاب والأمل السوبر الثالث عشر لانقلع الحمراء في ليلة لونتها أبو ظبي بألوان البهاء هارد لك لبيراميدز حاولت واكتهت لكنه الأهل تغريدة جميلة ورائعة كالعادة من الإعلامي الإماراتي الأستاذ يعقوب السعدي حساب يلا كورة بيتكلمه على قهربة ومهم جدا الإحصائيات دي نركز فيها جماعة مع بعض بصوا قهربة حقق أكتر من نص تاريخه فاربعين شهر بس مع الأهل قهربة يتوج ببطولته الخمستاشر طيب هو واحد خمستاشر بطولة في تاريخه منذ أن بدأ ممارسة الكورة على المستوى الاحترافي في الفريق الأول حتى الآن وانضمامه للنادي الأهلي ولكن هو بدأ مع إمبي في 2011 2012 وتنقل ما بين سبع عندية في الفترة دي وخد معهم سبع بطولات طيب لما انتقل للأهلي في 2019 ديسمبر 2019 خد كم بطولة تمن بطولات يعني من 2011 ل2019 خد سبعة ومن 2019 لخد 23 خد تمانية ولسه إن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيه بطولات أكتر فيه دوري دوري أبطال إفريقيا فيه دوري السوبر إفريقي فيه بطولات أكتر للفترة الجاية خد بالك البطولات دي بخلاف الميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية فاختيار قهرباء كان اختيار صح واختيار كان سليم وكل قرارات قهرباء مع النادي الأهلي بتبقى صح الصح طيب نروح كمان لحساب كورابلس وتصريح مهم جدا لقهرباء الناس بتتكلم على التفوق والتقلق اللي ظهر به مع النادي الأهلي كهرباء قال إيقافي الست أشهر هو الأصعب في حياتي وكنت أتمنى مواجهة الزمالك أصعب مرحلة بالنسبة لي كانت فترة إيقافي ست شهور وبالطبع كنت أتمنى أن يكون السوبر ديربي ما بين الأهلي والزمالك ولكن نحن دائما نجهزون لأي منافس تصريح مهم جدا لمحمود ده كهرباء طيب نروح لأحمد عبدالقادر واللي تكلم مبارح على عروض الاحتراف بعد ما تسأل عقب نهاية المباراة يلا قورة نقلت تصرحاته وقال فيها عبدالقادر لا أركز مع عرض الاحتراف الموضوع مع وكيلي والنادي وكل تركيزي في الملعب وتفاصيل وصول عرض احتراف من عدمه مع وكيلي وهو الذي يتعامل مباشرة مع النادي في هذه المسائل التوقيت صعب جدا يا جماعة احنا راحينا على دوري وبطولة إفريقيا فصعب جدا أي لعب يتكلم على انتقاله ورحيل وهو على اعتاب بطلتين مهمين جدا طيب ده التريند الاهلي التريند المحلي وهو مرتبط بالاهلي نوعا ما ملعب القاهرة 24 كان أجرى اتصال برئيس لجنة الانضباط وسألوا على حقيقة تجمية اللجنة خلال الفترة اللي جاية رئيس لجنة الانضباط المستشار عزة خميس ققادي جليل طبعا اتكلم وصرح لقاهرة 24 وقال ان الكلام ده غير صحيح اللجنة بتباشر وعملها بشكل طبيعي جدا رغم ان فيه جلسة يوم 14 مايو في مجلس الدولة لكن قال اللجنة بتستمر وبتشتغل بشكل طبيعي جدا وقال كمان مفيش اصلا اي تفكير من اعضاء اللجنة ان هم يقدموا استقالة ضمنا طبعا صورة المستشارين وهما موجودين في بداية الاعلان الرسمي ومعهم طبعا الاستاذ جمال علام ده بشكل طبيعي رئيس اتحاد الكورة ولكن كمان كان معهم الى فاصل سريع ونرجع ونستكمل بقى فقرات برنامج الترين وقاتنا بيجري معاك بسرعة ولكن قدر اي مكان هنحاول ناخد اكبر قدر من المشاركات على السؤال طرحناه في بداية الحل رأيكم في اداء الاهلي ومين كان نجم المباراة من وجهة نظركم استاذ انور بيقول اداء الاهلي جيد واحسن لعب محمد الشناوي الشناوي متقلق بصراحة الفترة الاخيرة بشكل رائع جدا الدكتور عالي بيقول مراونا عطية احسن لعب ومحمد الشناوي كعته متقلق دايما اوكي استاذ حداد بيقول افضل لعب من وجهة نظري كان محمد الشناوي محمد الشناوي محمد الشناوي يعني الاختير الاول والتاني والتالت روكا بيقول قبل اي شيء حمد الله على سلامة متولي ثانيا مبروك السوبر شناوي السد العالي معلول الافضل محترف في تاريخ الاهلي اداء متوازن من كولر مباراة كبيرة من الكل منتظرين الحداشر يا اهلي على طول فور الفص بكاس السوبر هتفات الجماهير في ملعب محمد بن زيد افريقيا يا اهلي استاذ محمد علي بيقول الاداء لم يكن على المستوى المطلوب ولكن اللاعبين تحلوا بروح الفنينة الحمرة من وجهة نظري عبد المنعم والشناوي هما نجمي المباراة طيب اخر تعليق معايا استاذ رمضان حمد بيقول اداء مميز من جميع اللاعبين بلا استثناء وافضل لعب هو الشناوي السد العالي اذا معظم التصويت على افضل لعب هو محمد الشناوي حارس مارمى الاهلي صراح الشناوي فارغ مع الاهلي في مبارتين الرجاء زهابا وعيابا وفي لقاء السوبر مبارح ممكن تصدق لانفراد مهم جدا لدود الجباس في توقيت حساس من المباراة مبروك افراحوا بالبطولة واستعدوا بطولة جديدة ان شاء الله وموقع مهمة للاهلي الجمعة الجاية مع الترجي التونسي والف مليون سلام عليك يا محمود متولي والفترة جاء نشوفك في الملاعب دايما مع الاهلي وكل اللاعب المصابة ترجع بسرعة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء